مرس الكولر مش بتاع هزار ما بيحبش مشاكل وما بيحبش اصابات وما بيحبش ياخد مخاطرات فالراجل رفض تماما المغامرة بيه ادفها بمحمود عبد المنعم الكهرباء امام سان جورج في اياب دول 32 بطول الدولة ابطالة افريقيا يوم الجمعة القادمة ان شاء الله نظرا لعدم جاهزية اللاعب بشكل كامل من اصابته في العضلة الامامية واللي عانى منها خلال الفترة اللي فاتت وبالتالي كهرباء مش هيبقى موجود في هذه المباراة المباراة القادمة امام سان جورج الاسيوبي تبقى لما قرروا مرس الكولر بس الحاجة اللي تزعل جميل النادي الاهلي ان ريدا سليم لاعب الفريق اصيب بكدمة قوية في الركبة خلال مران الفريق وهيقضع عليه اختبار طبي غدا لتحديد موقفه من مباراة سان جورج الاسيوبي هل يشارك او لا ده هيبقى ده بالنسبة لاخبار النادي الاهلي او اهم اخبار النادي الاهلي ده الاهلي